الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد ان عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعده اهلا ومرحبا بكم في لايف جديد من لايفات يوم الاثنين الله ينفعنا بيها ويبارك فيكم يا رب ويرضع عنكم وفقكم في الامتحانات ويصل لكم الخير النهاردة لايف كده يعني مش عارف حسيته كده وكنت عايز اقول لكم الكلمتين دول ويمكن ربنا يكتب لهم القبول وتفرق مع حد فيكم حتى هتلاح عنوان لايف عنوان غريب شوية اختياراتك حياتك انا الحقيقة سميت لايف ده بالاسم ده على اعتبار ان في جملة دلوقتي بقت مشهورة قوي مشهورة جدا بين الشباب لما يحبوا يهزروا لها اختياراتي دمرت حياتي صح بقت على طول لما حد يحب يعبر يعني عن الخيبة اللي هو فيها يعني فدايما الجملة دي بقت مشهورة يقول لك اختياراتي دمرت حياتي فعلى فكرة الجملة دي بتعجبني لان انا بحب الجمل اللي بتطلع صادقة عارفين انتو الجمل اللي بتكتب على التكاتك وعلى الجمل دي بقى فيها صدق غريب لان هي بتبقى حاجة كده واحد حسسها وسبحان الله طلعت في الجملة فانا بحب امسك الجمل ديت كده لان هي دي طلع من جوة قلب واحد دي محدش يعني محدش قاعد يفكر فيها وقلفها دي طلعت بعفوية كده كل حاجة بتطلع بعفوية بيبقى فيها صدق كل حاجة بتطلع بعفوية بيبقى فيها صدق خد بالك وكلام الناس العادية او كلام الناس الشعبية او الكلام اللي سدوني والله العظيم يعني انتو بتتحكو انا بقعد احب اقرأ الجمل اللي على التكاتك لان ديت جمل طلع بعفوية ومعبارة عن واقع وبعد احللها وليه كتب كده فالجملة دي بحس انها شدتني كده ليه الشباب بيقولوا الجملة ديت كتير اختياراتي دمرت حياتي يعني يعني ليه يعني هل هو فعلا دي حالة فعلا الناس بيت فوق يعني الدنيا ماشية بس انا باخد بقى ايه دايما الجمل ديت اللي هي مبعثرة ديت غالبا طبعا اللي بيتكلم بيتكلم عن ايه عن حياته الدنيوية يعني بيتكلم بقى انه واحدة اخترت خطبها غلط واحد اختار سافر كانش عايز يسافر الندم انه هو ضيع سفارية وكان مفروض يسافر واحد كان حيحط فلوسه في دهب من سنة وكسل وبيعايد دلوقتي واحد بقى ربيطه من سنة بيقول يا ريت هكت معايا عادة الناس بتسقط الجملة ديت تمام على طبعا الدنيا اللي هي الدنيا يعني لكن انا بروح بقى بالجملة دي الحتة تانية خالص وده دي الجملة اللي جابتني النهاردة بس انا محبتش اسمي لايف اختياراتي ضمارة حياتي عشان مش يعني حسيت انه واي بقى اسم قبيح ودايما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الفقل حب الاسماء ليه الاسماء الحلوة فقلت خليها اختياراتك وحياتك وخلاص رغم ان انا كنت في الاول عايزة اسميه اختياراتي دمرت حياتي واسه قلت ايه قلت بلاش ليه خليها متفقلين وبلاش الكلمات اللي بتقفل واحد ديت يعني هي مش نقصة هي مش نقصة مش هيبقى الكلام كمان علينا بس انا بقول لكم انا رحت بدماغي لبعيد شوية فروحت بدماغي فين قلت يعني الناس فعلا قالت جملة عظيمة جدا وان كانت يعني هم محطواش في مكانها او يعني استعملوها استعمال دنيوي لكن هي فعلا دي تتحط عنوان حياة عنوان حياة اختياراتي وحياتي او ممكن بقى نقوله اختياراتي ونحط نفتح قوس اما دمرت حياتي او اما صنعت حياتي او حسينت حياتي اذا الحياة هي مجموعة من الاختيارات اما ان انت تختار اختيار يخلي حياتك احلى حياة او تختار اختيار يدمر حياتك فعلا بس بقى خليني بقى النهاردة ايه اضفلكو اضافة محدش خد بالو منها خالص واللي بيقول الجملة دي ما فيش حد هو بيقولها جفاله الكلمة اللي حقولها لكوديت ما هو معنى حياتي ايه هو معنى كلمة ايه حياتي انا قلنا اختياراتي ها دمرت حياتي او صنعت حياتي او اي حاجة عموما يعني ليه اختيارات مؤثرة في الحياة لكن ايه يا حياتي ايه هي يا حياتي هي دي بقى اللي انا عايز نفوق منها دايما الناس بتسقط الكلمة حياتي اللي هي اكلي وشوربي والسفر والعربية والوظيفة ويا ريتني دخلت الكليف ويا ريتني ما اتجوزت والكلام ده لا احنا عايزين نطلع بقى المستوى تاني دايما يا جماعة انا ممكن ناخد الحكمة من ايه من افواه المجانين زي بيقولوا كده اخذوا الحكمة من افواه المجانين بس انا لما اجي اصقطها اصقطها على حسابتي انا انا رجل بقول ان انا خلاص فعلا مشغول بالدين مشغول بربنا فعلا شغلني هم الاخرة يبقى انا لما بصقط الكلام بصقطه على المئاس بتاعي مش باخدها زي الناس باخد الجملة كجملة حلوة بس انا بترجمها ترجمتي الخاصة الحياة انا بقى واحد بقرأ قرآن فلاقي ربنا بيقول ايه بيقول ايه في القرآن في اخر سورة العنكبوت اللي حفظ سورة العنكبوت هيبسط معايا اوي قال تعالى انما الحياة الدنيا لهون ولعب انما الحياة الدنيا لهون ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يعني الحيوان الحيوان مش الحيوان اللي فالك كلمة الحيوان دي صيغة مبلغة من الحياة صيغة مبلغة من الحياة فزي يقول مثلا ايه غاضب وغضبان رحيم ورحمن كذا لما تحب تبالغ في حاجة تحطي لها آن فربنا سمى ايه سمى وهي الحيوان الحيوان يعني الحياة الحقيقية او نقدر نقول حياة الكاملة حياة الكاملة وكأن اللي احنا فيه ده مش هي دي الحياة اللي بجد دي كده حياة نقصة فيها نقص احنا مش عارفين نقصة ايه لسه عشان ما شفناش الجنة بس لا ايا مش جمع حياة الحيوان دي مش جمع الحيوان دي صيغة مبلغة من كلمة الحياة اللي هي الحيوان لكن جمع حياة حيوات بالتاء لكن الحيوان يا صيغة مبلغة من من الحياة او المعنى ان دي الحياة اللي بجد يعني الحياة اللي بجد يعني اللي احنا فيه دوت ايه اللي احنا فيه دوت الله يبارك فيك يا نور السلام عليكم اللي احنا فيه دوت احنا كده ايه احنا بنهزر احنا احنا في كما قال تعالى وامل حياة الدنيا في الاخرة الا ايه متاع متاع كأنك جايب عينة دي مش الحقيقة زي يقول لك مثلا والله انا اجيب لك كيلو مش مش تمام فعايز اشتريه فقلت لك بص دي مش مش هي جربة ايه رأيك حلوة تاخد الكيلو فدي مفيش حق يعني دي لولا حاجة دي 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 احنا كده ايه دي حتة صغيرة ومكدرة كمان مش سلكة عشان كده لما في قولي تعالى طب صورة الفجر انتو حفظينا المفروض قال تعالى آآ يوم يتذكروا الانسان ما سعى تمام او آآ آآ يوم يتذكروا الانسان وان له الذكرى صح يقولوا ايه يقولوا يا ليتني قدمت لحياتي يقولوا يا ليتني قدمت ايه لحياتي لحياتي يعني قدمت لحياتي قدمت لحياتي قدمت لحياتي اقدمت لحياتي اللي جاي يعني فوصف ان اللي جاي هو حياتي وممكن في ناس او مرة تفهمها هو فاكرين قدمته لحياتي يعني حياتي اللي فاتت لا وبتكلمش عن اللي فات هو دلوقتي شايف ان اللي جاي هو ده الحياة اللي بجد ما ده خلود بلا موت اولا يعني لو قارننا الزمن بالزمن فيش مقارنة 70 سنة 80 سنة مقارنة بخلود بلا موت لو اصلا انت ممكن تقعد في القبر الاف السنين وبعد كده هتقعد في يوم الايامة بس 50 الف سنة ولسه ما بدقناش حاجة لسه بعد كده يا جنة نار وخلود بلا موت فانت شايف اللي فات ده الولا حاجة ايه 70 سنة يعني ايه 80 سنة يعني ايه عملنا ايه دولة فدي الحياة اللي بجد فضلا ان الاحداث الحقيقية جي لسه ما جدش يعني النعيم لسه ما بدقش العذاب ما بدقش كل اللي في الدنيا دي عينات لا انت شفت نعيم ولا شفت عذاب فييوم اذن لا يعذبوا يا ليتاني قدمت لحياتي فييوم اذن لا يعذبوا عذابه احد ولا يوثقوا وثاقه احد يبقى ما تجيش انت ما شفتش في الدنيا لا نعيم ولا عذاب تشفتش حاجة انما الدنيا فيها اسماء بس نار اكل موز لحمة نساء كل ده ايه دي مسميات كل الحقيق لسه نشفناش تمام كما قال سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا ايه هذا الذي رزقنا من قبله واوتوا به متشابهة الله مش هو ده الموز يا جماعة اما الطعم هو مش مش زي الموز بتاع الدنيا ليه والله مش هي دي مش دي السرير اما السرير غير السرير ليه والقصر غير الاصر ليه والريحة غير الريحة ليه وقوتوا به متشابهة الحاجة شبهها في الاسم بس لكن الحقيقة مختلفة تماما مال احنا كنا بنعمله في الدنيا دي كات بلاستيك بقى فعلا الدنيا دي كأنك جايب كده حاجة بلاستيك ولسه ما شفناش الحقيقة انت قاعد بتلعب في حتة بلاستيك كعينة للحقيقة الحقيقة في العذاب والحقيقة في النعيم فلما انا اقول اختياراتي دمارة حياتي انسى بقى اللي احنا فيه دوت طبعا اكيد الدنيا مهمة بالنسبة لنا انها دي مزرعة الاخرة بس انا بارجع برضو ان اختياراتي في الدنيا هي اللي هتأثر على حياتي الحقيقية فانا بقول نقدر نقول اختياراتي في الدنيا دمرت او صنعت حياتي الحقيقية في الاخر هو ده دي الجملة لو عايز اركبها على واحد منشغل بالله لو واحد فعلا الاخرى مش بتفرقه وقال سبحانه وتعالى وابراهيمة واسحاقة ويعقوم قولي الايدي والابصار ان اخلصناهم بخالصة ايه ذكرى الدار ذكرى الدار وانهم عندنا لامين المصطفين الاخير فكلما كان الانسان للدار الاخرة اذكر كلما كان اداه اعلى كلما بيبص لكل حاجة جماعة شايف كل حاجة بعايز يحولها جنة يعني اي حاجة بقدامه بيحاول يحولها الجنة كلامه افعاله ردود افعاله تصرفاته افكاره كل حاجة بيفكر هي رايحة فين هي رايحة فين هي دي اختياراتي انا اختار دلوقتي اختيار ابص للبنت ولا اغد بصري اصلي الفجر ولا نام ارد بشتيمة ولا اصبر وعديها اه 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 اعني اتنرفز ولا املك نفسي عند الغضب اه مثلا اغش ولا ما اغشش وارضب نصيبي كل دي اسمها اختيارات هاد الاختيارات هي دي اللي هتصنع الحياة او حتدمر اليه او حتدمر حياتك فسيبك بقى من مفهوم الناس لاختياراتي دمرت حياتي ان حياتي دي الدنيا لا احنا اختيارات هي اختياراتي الدنيوية صح بس حياتي مش هي حياتي الدنيوية لان انا اصلا مش غايتي ليست الغاية هي الحياة الدنيا الحياة الدنيا دي في الاخر منتهية فانفعش انها تكون هي الغاية هي في الاخر وسيلة ان جعلنا ما على الارض ايه مش خدناها بصورة الكهف ان جعلنا ما على الارض زينة زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جروزا كده ربنا بيقول وما أوتيتم من شيء في سورة القصص وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها زينة وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون فمن وعدناه وعدا حسنا فولقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين يتجاب بقى ويتحسب على كله وما خدهاش هو ما خدهاش أصلا لشان كده دائما الله سبحانه وتعالى بيدعمنا في موضوع الاختيارات دوت بأنه دائما بيقوي عندنا حتة إيه ان اختار دائما الأخرى طب ربنا بيقولنا الحتة دي إزاي بيقولنا الحتة ديت بأنه دائما كتير جدا نجد في القرآن عقد المقارنة بين الدنيا والأخرى بحيث أن لما المقارنة دي تتعرض عليك كتير وكل شوية تلاقيها بيبتدي تزيد عندك القوى العلمية فكنين اللي تكلمنا عنها في الدواء والدواء القوى العلمية أن انت بقى خلاص بقيت مبصر هذه الحقيقة فتجد في القرآن مثلا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع تمام يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا بص اختيارت انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض دي اختيارات نابعة عن إيه عن ثكرة أن الدنيا الدنيا جمدة والآخرة على مهلنا لا أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يبدأ العلاج العلاج تصحي تصحي التصورات عن الله في القرآن مثلا في سورة الحديد إعلان هام اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطرعه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبالتالي القرار اللي حقده في اختياراتي عشان أصنع حياتي سابقوا 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 إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدات للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإذا كل مرة بيتعرض عليك الفكرة نفسها أن دايما المقارنة في أي اختيارات بتختارها ما بين دنيا وآخر بحاول أويك إن أنا بكبر لك أمر الأخرة وصغر لك أمر الدنيا قوي علشان أسهل لك الاختيار فكل ما تيجي تختار مثلا أنام ولا صلي الفجر ما بيترددش أصلا وفيه مش مقارنة النوم إيه هو النوم ساعة لزة ساعة على السرير يعني إيه المقارنة بينها وبين يعني سنة الفجر مش حول لك فرض الفجر اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها فيش مقارنة أصلا فيش مقارنة أصلا ما فيش مقارنة بين الصدق والربة ما فيش مقارنة أصلا ربنا بيقول وما آتيتم من ربا اللي يربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ما فيش مقارنة بين العفة والتبرج ما فيش مقارنة واحدة بتلبس حجاب اللهم بارك يعني يرضي ربنا سبحانه وتعالى مغطية جسمها وواسع وفطفاد وكل حاجة ممتازة مجرد ما بتنزل من بيتها مجرد ما رجليها نزلت من بيتها هي في حسنات دائمة عاملة زي الصيام الحجاب ده أنا بقن بالصيام لأنه عبادة ما بتقطعش عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم لي ربنا قال الصوم لي وأنا أجزي به ليه؟ لأن الصوم عبادة ما بتخلص أنت بتؤجر على طول أنت متلبس بعبادة دائمة فصاحبة الحجاب عاملة كده لابس عبادة لابس عبادة ومشي بيها فعلى طول بتؤجر كل اللي يشوفها يعني يقول ربنا يبرك لها ربنا يبارك في اللي ربها ويدعي لها ويدعي الولديها ووحدة تقتدي بيها على طول في حالة من الأجر الدائم العكس فيش مقارنة الوحدة اللي نزلة لابسة داي لابسة مقطع لابسة مبينة هنا مبينة كده شعرة شعرتين طلعين طلعوا دانها طيب ما دي سيئات على طول بقى طول ما احنا ماشيين كل واحد بص وكل واحدة قليدتك وكل واحدة ما فيش مقارنة أصلا هل يتصور يعني إنسان يعني اختار الاختيار دوت بعد كل دوت فسبحان الله يعني اختياراتي فعلا هي اختيارتك إما تصنع حياتك أو تدمر ايه تدمر لك الحياة وبالتالي بيترتب على الاختيارات دي العواقب بقى النتيجة في النهاية وهي الايه وهي حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة والواحد فعلا يا الأيام دي جماعة والله يا جماعة احنا الأيام دي بنشوف حاجات كنا بنحكيها في غزوة بدر مثلا تمام بنحكيها في غزوة أحد بنحكيها في يوم الأحزاب حاجات بنشوفها لايف قدام عينينا من أهل غزة ربنا يراضيهم ويرضى عنهم ويجعلهم قدوة للأمة دي اقسم بالله احنا بنشوف دلوقتي حاجات يا جماعة كنا بنحكيها عن حمزة وبنحكيها عن عمير بن الحمام وبنحكيها عن أنس بن النضر حاجات بنشوفها بعينينا بعينينا بنشوفها لايف احنا دلوقتي زمان واحنا صغيرين كان الخواتيم دي بتتحكلنا دلوقتي أنت بتقلب في موبايلك بتشوف الخواتيم وراء بعض يعني أنت ممكن وأنت قاعد كده مثلا هذه ربعة ساعة بتقلب جالك مشهد من سوريا على مشهد من غزة على مشهد في اليمن ايه دا ايه دا يعني ايه يعني ايه يعني ايه واحد خد ضربة قناصة عارف ضربة قناصة بتوى الرصاصة قد كده رصاصة قد كده مش الرصاصة بتاعت المسدس ضربة القناصة رصاصة قد كده يعني بتخش بتشق بطنك نصين ضربة القناص بتخش بتفجر بتفجر من جوه البطن يعني انت مش مصاب وتعرف تمشي انت بتتهد يعني ايه واحد اتضرب بقناصة تمام وبطنه انفجرت من الرصاصة بالفعل وفعلا سجد يعني ما اكتفاش ان هو يموت شهيد مجاهد مقبل غير مدبر وهو بيواجه العدو ولأ حسجد كمان ايه ده ازاي يعني ده عدة اللي احنا بنحكيه يعني المشهد ده جماعة عدة قصص من قصص السلف يعني ما شفناش ده يعني نقول ده مات في الجهاد مات في معركة لكن مات في معركة وسجد قبل ما يموت لا ده عدت عدت ايه ده الوقت يشوف الكلام ده ده معصرين احنا كده جماعة احنا فيه بنا ناس لا بنفسه السلف بنفسه السلف فعلا اذا ده ممكن ده بيخليني انا اصلا استحيي من نفسي لما احنا نقول ايه قصص السلف ياعمدول السلف ياعمدول التابعين ياعمدول الصحاب احنا نَيجي أين جنب لا جماعة نحنا فيه ناس قربت فيه ناس قربت احنا شايفينه لايف يعني مايفقش حد يحكيلي خدت طلقة كان كده طلع من هنا بطنه كلها حمرة وقعد مش قادر يتحرك وقلب نفسه ازاي وربنا وفقه ازاي للموضوع ده وروح ساجد ومات حاجة عجيب تدور بقى وراه تلاقي دوت واحد اختياراته صنعت حياته فعلا مين ده جماعة قالك فلان فلان ده ايه طلع امام مسجد وخطيب جمعة وخاتم لكتاب الله وداعية تمام ورجل سرته حسن يشهد له قاسي والداني بالادب والاخلاق بيعلم الاطفال ليه صدقات ليه خير على الناس كلها مفيش حد ما بيقولش عليك كلمة حلوة ما هي لازم تخلص كده ما هي لازم تخلص كده ما هي لازم تخلص كده ها ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه ثم استقاموا هي بتخلص معهم كده تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أوليائكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اختيارات هو اختار اختيارات ربنا وفقوا بيها للنهاية ومن عاش على شيء مات عليه هي دي الاختيارات اللي انت بتختاره بتلاقيه واحنا احنا جماعة انا هزعم ان احنا اكتر جيل في التاريخ تاني 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 كتبوها انا ازعم ان احنا اكتر جيل في التاريخ منذ خلق الله الخلق منذ خلق الله الخلق الى يومنا هذا اكتر جيل في التاريخ شاف خواتيم بسبب ايه بسبب التسجيل بسبب الموبايل بسبب التسجيل وموبايل احنا اكتر جيل منذ خلق الله الخلق شاف خواتيم اكتر جيل شاف حسن خواتيم وشاف سوق خواتيم وعارف ومتأكد ليه حصل كده وعارف قصة كل واحد ومش مستغرب ان هي خلصت كده وكل حاجة بنزماننا واضحة ومنطقية كل حاجة بنزماننا واضحة ومنطقية بس احنا بنتغابة تاني كل حاجة واضحة ومنطقية واضح جدا ان السبب وصل للنتيجة بس احنا بنتغابة اسف سامحوني وبنعمل مش واخدين بالنا بنشوف المغني مات عالمسرح قدام عناية ومتسجل وبرضو اسمع اغاني بشوف الممثلة ماتت في المشهد وهي بتصور وبرضو بتفرج على افلام وسلسلات شفت الراجل داخل صلاة الفجر باكازه ودخل المسجد فتح الباب دخل قعد على الكرسي مات وبرضو ما بصليش الفجر شفت الراجل فتح مصحفه وبيقرأ نزلت راسه على المصحف ومات وبرضو ما بفتحش المصحف انت عايز ايه انت عايز ايه ها شفت الواد براكب عربية ومع البيت بتاعته ها ومشغل اغاني في العربية وكان بيسجل لايف والعربية عملت حادثة وماتوا وتحرقت العربية وبرضو منمشي مع بنات وبرضو منصحب الواد ومش عايز اتسيبه وبرضو منسمع اغاني والتاني جاب صحبته في العربية اسف كان بيعمل فيها معاها الفاحشة في العربية ومشغلين التكييف ومشغلين التكييف وبعد ما عملوا الفاحشة ناموا متعب والتكييف فضل شغال طلع الفريون اتخنقوا ماتوا جوه العربية وبرضو منتفرج على الافلام اباحية والكاميرا صورته وهو بيتفرج على الاباحية ومات عليها وبرضو منتفرج على صور اباحية وبرضو منتفرج على العورات عادي وبرضو منعمل عدد سيئة عادي كم قصة وصلتك كم صور انت مستني كم فيديو عشان تفهم ان اختياراتك هي اللي تصنع حياتك واختياراتك هي اللي هتدمر حياتك مستني ايه؟ مستني تشوفي كم ممثلة ماتت وكم ممثل مات وما حضرش جناسته حد وما حدش يترحم عليه تقريبا عشان تعرفي ان سكة المسلسلات والافلام هتدمر حياتك مستني كم مغني يموت هو بيغني علشان نبطل اغاني مستني كم واحد يموت في مسجد عشان تنزل تصلي في مسجد مستني يا كم واحدة تموت بحجابها وبنقبها وفي غزة وهي بتقول محدش يصورني وانا من غير حجابي وتموت تحت الانقاط بس بحجابها وانت لسه بتفاصلي معايا في شعري اطلع ولا كم داية ولا اصلي يعني بلاش تشده دا شيخ ولازم واسع قوي طب ايه رأيك لو بس حزام هنا احنا انت امتى يعني امتى امتى هنفهم يا غير بقى الايات بص احنا يعني بقول لك انا عارف المشكلتنا فيه احنا معنى ابل ربنا هنقابل ربنا هنتحسب على كل ده يعني ايه يعني حجة ربنا علينا اكتر من اي حد حجة ربنا علينا اكتر من اي حد لان احنا شفنا اللي ما شفوش حد احنا شفنا في حياتنا اللي ما شفوش حد بسبب الفيديوهات اللي طول النهار والليل بنقلبها بل احنا ما اينا من كتر البلادة بنقلب ولا نبالي احنا بنقلب كده سوق خاتمة حسن خاتمة سوق خاتمة حسن خاتمة عادي عم عدي فيديوهات وبنقلب وبعد كده عادي الحياة عادي بقى انا متأثرتش بحاجة انا ما صلتش العيشة اصلا ها ومش حصلي وحنام كده عادي ومش حرجع للقرآن عادي وتاني يوم برضو حغتب وحنم وحغش في الامتحان وحظلم ومش حصلي الفجر وحنزل بحجابي دا وعادي هي اختيارات على راحتك على راحتك النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا احب الله عبدا عسله اذا احب الله عبدا ايه عسله قال يا رب يعني يا رسول الله ما عسله يعني ايه عسله يعمل ايه فيه يعني قال يوفقه الى عمل صالح ثم يقبضه عليه يوفقه الى عمل صالح ثم يقبضه عليه الله اكبر دا حاجة ايه حاجة عاجة تانية يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه بس امتى إذا أحب الله عبدا فهي الفكرة في كده قلنا حسن الخاتمة دي مكافئة نهاية الخدمة دي المكافئة يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه فين الخدمة في الحديث إذا أحب إذا أحب هي دي فين اللي انت عملته عشان ربنا يحبك إيه اللي انت عملته عشان ربنا يحبك إن الله يحبه التوابين إن الله يحب المتطهرين طهرت قلبك من الرياء والنفق والعجب والحسد والغل والحقد وطهرت جسمك بتتوضي وبتصلي إن الله يحبه يحبه الصابرين صابرين على البلاء والإزاء ولا كل طول النهار بنشتكي وطول النهار ليه يا رب وطول النهار مش عاجبنا حالنا وطول النهار كل ناس أحسن مننا وإحنا ليه يعني وطول النهار شكاوي وطول النهار يعني يعني سخط على الواقع وشكوى من الفقر وشكوى من الضيق وشكوى وشكوى مش بدافع طبعا عن 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 ظلم او ظالمين مش مش ديق السته بس انا بتكلم في ان احنا بحس ان احنا سختين على قدر الله دايما تمام الله يحب الصابرين تمام الله يحب الصابرين الله يحب التوابين وحب المطاهرين تمام ما تقرب الي عبدي بشين احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى او حبه يخبرك في النوافل يخبرنا في النوافل احنا اقصى احلامنا نعمل فرض اقصى احلامنا نعمل فرض والفرض كروتا قاسف يعني عشان كده اقوله ان اللي بيعمل الفرض صح اكيد هيعمل النافلة كونه عمل الفرض بس ويعني ما جاتش في نفسه يعني نفسه ما راحتش للنافلة يبقى مش ممكن يكون عمل الفرض صح لان الفرض لو اتعمل صح انت هتشتاق لنفس جنس الفرض دوت فتعمل النافلة وعيد صلى صلى العيشة صلى بجد صلىها حلو حيلاقي نفسه غاصب عنه اقام يجيب ركعتين اقام يجيب الوتر تمام حد صام رمضان صامه صامه بجد وحب الصيام قوي ها حيصوم شوال حيصوم يوم الاتنين حيصوم اتنين وخميس حيتصرف ما بعرفش انا عقب طول السنة ما صومش ازاي انت بتهزر تمام واحد حبق هلا يعني كل ما تعمل فرض صح هتلاقيه بياخدك ليه وايه والحسنة بديه بحسنة واذا رأيت عند رجل حسنة فاعلم ان لها ايه اخوات وجزاء والحسنة الحسنة بعدها فاللي عايز اقوله ان انا عايز ربنا يحبني احبني ازاي دور على الصفات اللي ربنا بيحبها صابرين طاهرين متطاهرين تصلح الفرد تزود نفل على الفرد هي كده مع يحبك على اساس ايه اللي هو يحبني يا رب وخلاص تمام فاللي عايز اقوله ان هي اختيارات اختيارات هتصنع الحياة او هتدمر ليه او هتدمر الحياة اخد بالك يعني انا ضربتلك مثال بالراجل الفضيع ده بالله مبارك ربنا يتقابله بالشهداء اللي شفنا فيديوهاته بتاع غزة بس بس خد بالك يعني عشان ما ادهاش عليك هو احنا لازم نبقى جمدين قوي كده عشان عشان يجيلي حسن الخاتمة لا لا موضوع مش صعب للدرجات دي مش صعب للدرجات دي يعني لو ان انسان اختار في حياته ان يكون مستقيم عموما يعني مش لازم اكون جامد قوي يعني عادي يعني هكون شخص عادي بصلي فرضي بقى شوية نوافل بطيق ربنا في اكل عيشي بطيق ربنا في لبسي بطيق ربنا في عيالي بقى بتكلم الكلام الطيب ما بقزيش حد ما بظلمش حد خلط ده واحد زي ده يليق بي حسن الخاتمة وده يفسر لنا يفسر لنا احيانا خواتين بنشوفها بعينينا طبعا متسجلة لناس عادية خالص ناس عادية صح وده سؤال اكيد بييجي لكل واحد فينا اللي دايما بنسأل بنا هو مين ده اللي مات في الحرم وكاميرا الحرم جابته هو بيصلي وسجد ومات في الحرم مين ده مين ده محاش عارفه اصلا حاش عارفه لا داعية ولا علامة ولا شيخ ولا خاتم قرآن ولا 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 مثلا يعني الفضيع ولا المجاهد راجل شكله بسيط وحتى منظره كده انسان اللي احنا بنسميهم عامي بنسميهم احنا عوام ولو ركزت هتلاقي احنا احنا العوام مش هما بنسميه العوام اللي هو على قد حاله يعني لكن بيظل السؤال ده ايه ده ليه اه هو مشي الخاتم دي للعلماء والدعاء والمجاهدين بس لا 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 خالص عشان لو انا حصرت لك الموضوع في كده انت هتقاسي ان اكيد يعني مين في كام وقت فينا هيبقى عالم ولا ولا داعية ولا 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 مسألة مالاجدعة بالالقاب ديت مسألة قلب وعمل اذا ربنا رأى منك قلب جيد قلب نقي حب الله سبحانه وتعالى ودل على نقاء القلب ده عمل صالح انت بالنسبالك يليق بك حسن الخاتم احنا متشوف رجل عادي جدا غلبان من ناس العواجيز اللي بيصالوا ورا فى المسجد اه اوه صحينا لقى نايم على مصحفه ميت فيها اه 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 جماعة ده ده ادي ما ازاي تدوري ورا طب قسطه ايه قسطه مش صعبة هتلاقي الراجل ده غالبا بيبقى كالتالي بيصلي 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 بصلي الصلاة ما فوتش صلاة فى حياته الاخر بيصلي النوافل بس احنا مش بنحس بيه عارفة الناس اللي همها الكبار في المساجد دول بنحسش بيهم ها بنحس دول ده راجل كبير عم الحج اللي بيعدي في الشارع ده تكتشف ان هو تقي جدا في الفلوس مع عمره ما كان حرام في حياته عمره ما دخل بيته اكل حرام ابدا مع انه شغال موظف عادي وغلبان وعلى قد حاله خالص بس بص المليم مفيش مليم حرام دخل بيته في الحياة ولاده مربيهم كويس زوجته بيكرمها وبيعملها كويس وبيحترمها وبتحترمه وبيمربي ولاده حلو كلمته حلوة اخلاقه عالية اللي بيشوفه بيحبه بس دي مقوماته لكن اللي حافظ قرآن ولا يعرف يخطب جمعة ولا يعرف يقول درس ولا محافظ قرآن ولا لي صفحة اليوتيوب ولا عنده حساب على الفيسبوك اصلا ده كفاية ده كفاية ده اختياراته صنعت حياته هو اختار كل حاجة صحيح بس انت مخدتش بالك هو لازم بقى مشهور بالعكس ده الناس دي اقرب الناس للخواتيم الحسنة لان عملهم خبيئات تعرف الخطر على مين على واحد زي واحد زي الخطر كله على واحد زي جزء كبير من عمله لازم يبقى ظاهر ان عملي طبيعته كده انا لو ملياش بقى خبيئات انا في خطر كبير جدا وكل واحد فينا كده جماعة وده اللي حنقوله كمان شوية استخلي الموضوع ده بعدين بس اعيد اقول لكتير من الناس اللي احنا بنشوفهم ناس بسيطة دول من كتر ما احنا ما نعرفش اللي عندهم هم فعلا اعمالهم عبارة عن خبيئات لا حدش بيعرف عنهم حاجة هم مش مشاهير فطبيعي ان اعمالهم هتبقى غزبا عنها خبيئات ومين بيسأل عليهم ولا مين بيدور وراهم فالناس دي بتبقى ناس جميلة قوي تعرفين احكيلكو حكاية دايما بتأثر فيه احكيلكو حكايتين حكايتين في اتنين مش حولوك في المسجد اللي انا بصلي فيه مسجد هنا بس يعني وكل وقت فينا ليه حكايات مرة كنت راجع من رحلة ده يعني كنت في مسافر يعني ومم راجع عربية وبتاع فرجعت وتأخر جدا راجعت دخلت على بيتي مثلا ساعة اتنين بالليل اتنين بالليل كل دماغي بقى في ايه انا عايز اروح انام عشان اصحى الفجر والفجر كان اربعة مثلا الاربعة ونص فانا دماغي كلها اجري عايز انام عشان يدوبك اصحى يعني بعد الازان عشان يدوبك ايه اتوضى وانزل اصلي بقى نمتلي ساعتين ثلاثة عديت لقيت المسجد اللي انا بصلي فيه مفتوح مفتوح فببص كده قلت يمكن نسينه من صلاة العشة قلت يمكن نسينه ايه نسينه من صلاة العشة فنزلت قلت انزل عشان اقفله يعني يعني يمكن حد نسيه والنور منور جوه بتاع هبصوا جوه لقيت الحج فلان والحج فلان والحج فلان اللي بيصلي معايا الفجر يا جماعة انتو بتعملوا هنا انتو بتعملوا هنا هلوهم عادي احنا بنيجي كل يوم هنا دلوقتي زي دلوقتي ايه ايه يا حج انت مولتليش المعلومة دي ليه انت بتيجي كل يوم قبل الفجر بساعتين المسجد تصلي اه عادي دي المعلومة دي عادية كده يعني دي حاجة عادية عندك بت ما احدش عارفها اه عادي احنا اعم شيخ علي احنا كل يوم بنيجي ساعتين تلتة كده زي ما ربنا يكرمنا نقرأ لغاية ما انت تيجي لو انا اصلا صحي على الاقامة تفهم تلت ساعات ممكن يقول تلت ساعات في المسجد يقروا القرآن وانا بقى جاي انا بقى عم الشيخ الجامد اللي هو جاي اصلي بهم اللي هو انا اصلا كرهت نفسي اليوم دا وقت ها عشان تعرف ان هي المسألة خبيئات والمسألة بينك وبين ربنا والمسألة مش بالشهرة تمام الراجل بيتكلم عادي انا عايزة اسألكم سؤال معلش بقى واحترام انت لو واحدة بتصلي كل يوم تلت ساعات قيام ليل هتحس بيه في نفسك ما هي المسألة مش بس ان هم بيصلوا مسألة ان هو شايف انه مش بيعمل حاجة خد بالك خد بالك هي مسألة مكتملة ما انا ممكن انا اكون بصلي تلت ساعات بالليل او انت صليت تلت ساعات بالليل بس انت شايف ان انت جامدة مش احسن حاجة او انا يا ما شاء الله علي صليت تلت ساعات مش احسن حاجة لا ده هم ما جامعوا بين ان بيصلي كل يوم في المسجد بساعتين وثلاثة واللي هو لما شافني هو عادي يا شيء عادي يعني الشيخ كل يوم بنيه كده ايه يا عم ده 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 حلم حياتي ان انا عارف اعمل ربع اللي انت بتعمله ده اللي هو ايه اللي ولا حاجة تعارفين الراجل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه يدخل عليكم رجل من اهل الجنة والكلام ده لما ابن عمر ابن العص قعد معاه قال ما لقيتوش بيعمل حاجة يعني بيصلي عادي يعني فالرجل في الاخر قال له عم انت بتعمل ايه عشان نبي يقول عليك بتخش الجنة قال له والله هو ما رأيت بص التواضع يا عايز يقول له ما بعملش حاجة فكان من اصرار الراجل ده التواضع غير موضوع سلامة الصدر المشهورة اه قلتلكم احكيلكم خصة تانية عندي برضو في المسجد اللي بصلي فيه راجل كفيف ضرير يعني تمام الراجل دوت اه هو يعني ايه حوش وجمع مبلغ عشان يشتري المصحف بطريقة برايل طريقة برايل لو بيقرأ المصحف عنده مصحف المصحف اه 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 يعني لو حطته على الارض يبقى طولك كده كلك كم جزء عبارة عن حية ضخمة كده عشان نوع بطريقة برايل والورقة تخينة كده عشان بيعتمد على البروز فالمهم ايجاب المصحف وحطه في المسجد بقى عايز اقول لكم الكلام ده من كم؟ من اول معرفته من 15 سنة مثلا او اكتر المصحف ده اتبرا اتبرا لدرجة نوع بقى بيعلم ما بقاش ايه؟ ما بقاش بيلاقي علامات وراح اشترى مصحف تاني عشان اولان يتبرا اتبرا من كتر ما بيحط ايديه عليه اتبرا فاشترى مصحف تاني بعندنا مصحفين في المسجد برايل كله عادي قد كده مم انا بلايه قاعد مع نفسه كده قفل عين وكده وقاعد يعمل كده ويقرأ فبقول له يا عم فلان هو انت بتقرأ بجد قال لي اه بتقول له انت يعاني انت في صورة ايه دلوقتي فيقول لي الصورة وال وبيقرأ ايه تيه انا مش فيش حاجة بينة صفحة بيضة وعبارة عن بروز طريق برايل مفيش كلام هي عبارة عن بروزات فالمهم ايه اتجرأت كده وسألته اتجرأت وسألته قال لي قلت له انت بتقرأ كم جزء في اليوم عم فلان قال لي يعني زي ما ربنا يكرم بتقول ايوة ربنا بيكرم بكم جزء يعني قال لي يعني على الاقل عشرة جزاء مثلا ايه نعم ايه اللي انت بتقوله ده قال لي يعني ممكن عشرة جزاء كده زي ما ربنا بيكرم ايه بتقرأ على الاقل عشر اجزاء في اليوم بطريقة برايل اللي هو اصلا اشوف بحيث ان هو بيتعب لان اعرف ايه مش زينا كده مش بيرى كده من حفظه ووه مش حافظ بيععد كده يععد كده قاعد طول وقت بتبتالي ايه حشرة جزاء ازاي لا انا عايز اعايز ايه عايز اجيب مسدس وخطخ نفسي انا مش بني ادم انا مش بني ادم دي الناس دي هم دول دول اللي ان شاء الله ربنا يكرموا بحسن الخواتيم واحنا اللي في خطر احنا اللي في خطر احنا اختياراتنا مدمرة حياتنا فعلا تمام ناس نظيفة ناس نقية ناس متوضعة عشان كده بقول لك ما يغرقش المناظر بص للحقائق بص للحقائق عشان كده بقول لك الناس يعني سبحان الله كان عندي برضو ايه سبحان الله كانت خاتمة صعبة جدا بس بس جميلة كان عندي اخ كده اه شغال في الصحرة معمار في الصحرة بقى معدته ومكان وجرارات وبتاعه والدنيا كبيرة فمرة رجع قال لي عايز احكي لك قصة وقعد يبكي 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 بتلو مالك بس قال لي النهاردة شفت خاتمة يعني سبحان الله يعني سبحان الله بتلو ايه اللي حصل قال لي عندنا شاب شغال بيشير رملة بيشير رملة جماعة شاب عادي بيشير رملة قال لي بس الشاب ده كان في حاجة غريبة كان رهيب رهيب في الصلاة حريص جدا على الصلاة بيصلي بخشوع وبكاء ولسانه طيب وراضي وكلامه زي العسل طب بعدين قال لي حصل حاجة غريبة قال لي مرة كنا بنستريح من الشغل بنستريح من الشغل فالشاب ده من عوايده انه هو كلما يلاقي فرصة يصلي يعني كأي وقت يصلي فقال لي رح ايه قال الشاب ده لأ ام صلاة بس انا حسناش بيه من كتر اخلاصه ما حسناش بيه صلاة وقال له وسجد سجدة طويلة كان ساجد ورا معدة كان فيه كده زي ايه حفار كبير هو سجد وراه كان بيصلي وراه عشان يستتر عن الناس عشان محدش يشوفه كان بيصلي ورا المعدة دي وكان ساجد فالشغل بدأ فالرجل اللي هو بتاع الحفار ده رح طلع شغل الحفار وكان عايز يعدل نفسه عدلة كده فقال لي يجيب ورا وبعد كده يطلع قدام فجاب ورا بيقول لي داس على دماغ الشاب ومات على الوضع ده اللزق في الارض وهو ساجد منهار بقى شوف ربنا اختار له موتى بحقيبة يعني حيموت ازاي هو ساجد شاب عادي بيشير رمله حاجة هي اختياراتك اختياراتك اما تصنع حياتك او تدمر حياتك هي اختيارات انت اللي بتختار من عاش على شي مات عليه من مات على شي بعث عليه وانا متعمد محكلكمش قصص السلف وبتاعه عشان انتو بتحسوا ان انتو ماناش دعوا بالكلام دوت لا ده عادي ناس عادية ناس بنشوفها صبح وليه وبنشوف سوق خواتين بقى وصوق الخواتين بقى ما تعدش ما تعدش بنشوفها بيعنينا وبنشوفها بصحابنا وكل واحد فينا مش هقولك بقى عنده قصة شافها على اليوتيوب ولا مقطع شافه على التيك توك لا كل واحد فينا عنده صحبه وانت عندك صحبتك اللي ماتت على سوق خاتمة ها اللي مات في بحر وهو كان مع بنات وخاربها وبتاعه ومات اللي مات بشمت مخدرات وكنت انت عارفه وكنت بتنصحه وشرب مخدرات لغاية ما مات تمام ودفننا احنا دفننا بأدينا وبنقول ربنا يرحمه تمام واللي ما كانش بيصلي ومات محدش حس بيه ورحته طلعت من بيته وخصص كتير يعني لو حكيت لكه هتتعبه هتتعبه فنبقول لك حيات وقعية صحبي صحبتك ناس عادية بنشوفها في الشارع مقاطع بنشوفها مش هقولك بقى معاز بن جبل ويقول حسن البصري معا دي الحاجات دي طيب الناس دي احنا ده العادي بتاعهم لكن اللي احنا بشوفه ده هو ده اللي يأثر فيك ما هو ده الناس بني قدمين زينا عاديين انت امت بقى تختار اختياراتك اللي حتصنع حياتك ها من عاش علشان ايه مات عليه من عاش علشان مات عليه تعارفين الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه الشيخ كشك الخطيب المشهور جدا والدعية العظيم وهو يعني يعتبر يعني يعني ابو لدعاء المعاصرين واستاذهم في الخطابة والكلام ده الشيخ كشك كان طبعا اشهر حاجة ليه خطبة الجمعة معروف خطبة الجمعة اشهر عمل للشيخ كشك اللي يرحمه كانت خطبة الجمعة الشيخ كشك لمات عليه كان يوم الجمعة ببساطة جدا كان بيستعد لصلاة الجمعة كعادتي وكان فصلاة الجمعة قبل ما يصلي كان يخش يتطهر ويلبس احلى ثياب عنده ويصلي ركعتين وبعد كده يروح للمسجد يخطب لبس افضل تطهر لبس افضل الثياب صلى الركعتين مات في الركعتين مات وهو في الركعتين سبحان الله يعني فيه ناس بقى ايه فيه ناس بقى يعني عدت الموضوع ده بقى مش بس مات على ما عاش عليه مات على ما اراد تاني في مقى مستوى في لفل اعلى بقى مش مات على ما عاش عليه لا هو مات كما يريد يعني ايه هو كان عايز حاجة والصدقه مع الله حصلت تعرفين عبد الله بن جحش صحابي الجليل في غزة احد كان عايد مع سعد بن ابي وقاص قبل الغزوة فكل عايد فيهم قالوا تمنوا عايزيني النهاردة يحصل ايه فقال سعد بن ابي وقاص اللهم لقيني رجلا شديد بأسه فأو يقاتلني وأو قاتله فأقتله واخذ سلبه وانتصر عليه فقال عبد الله بن جحش اللهم اني اسألك ان تلقني رجلا من الكفار اقاتله فيقتلني وأقتله يعني احنا الاثنين نقتل بعض ولكن يقتلني وقطع انفي وقطع اذني فألقاك يا رب فتسألني عبدي لما حصل لك هذا فأقول فيك يا رب فتدخلني الجنة سعد بيحكي قال فلما انتهت الغزوة قال والله لقد لقيت رجلا شديد بأس من الكفار وقتلته كما سألت الله تعالى فقالوا فما فعل عبد الله بن جحش قالوا الله لقد رأيته بعيني لقد رأيته بعيني مقتول وأمامه رجل جلد صلب من المشركين ورأيت أنفه معلقة بجلدة في وجهه وأذنه معلقة بجلدة في رأسه ثم قال سعد فيا ليتني تمنيت الذي تمنى عبد الله بن جحش فيا ليتني تمنيت الذي تمناه عبد الله بن جحش فكانت أمنيته خيره من أمنيتي يا سلام ايه ده ايه ايه ده يعني ازاي طب يعني يعني نفهمها بس هي بتحصل ازاي صدق عيوة صح صدق عجيب ناس فعلا قدم السبت قدم سبت كتير سبت كتير وبعد كده جيه في آخر الخدمة أنا عايز مكافئتي حقك تتكلم بس انت قدمت ايه عشان تسأل للطلب ده هي المسألة ما جاتش كده ما هي مش بتيه كده مش ضربة حظة جماعة دي ناس قدمت سبت كتير سبت كتير ها سبت كتير وبعد كده جم يوم الحد لا الحد فعلا وبقى ليه عين يتكلم ده ليه عين يتكلم انت تطلب انت انت تسأل انت قدمت ايه عشان تطلب طلب زي ده ما ينفعش واحدة فيكو يا جماعة تبقى تقول يا رب اموت سجدة وهي بتقطع في الصلاة ما احنا بتحكش عن نفسنا ما احنا حيانا بنقول كلام كبير بس احنا اكبر منه هو او ارصد الكلام اكبر من حجمنا نفسه مت سجدة وهي بتقطع في الصلاة طب ازاي ازاي يعني ها نفسه مت شهيد هو اصلا ما لا يعرف حاجة عن اخبار المسلمين فضلا ان هو يشارك فيها فضلا ان هو يتفاعل معها فضلا ان هو يدعي لهم في سجوده فضلا ان هو يبكي على احزانهم والمهم نفسي اموت في الحرم ولا فكرت تحوش جنيه عشان عمره وعندها استعداد تشتري شبسي وهاري وتصرف بال300 وال500 جنيه على حاجات تفهى فكرتش توفر 500 جنيه اللي هي بتصرفها على التفهى دي تقول عشان عمره ولا حاجة ما تحكش عن نفسنا يعني نفسي اموت وانا مسك المصحف اقول لك بقى مين ماته وماسك المصحف واربط لك حياته مع المصحف اشهر واحد ماته وماسك المصحف مين ها يلا موسابقة مين اشهر واحد مات مات على المصحف اشهر واحد مات على المصحف اشهر واحد مات على المصحف صح يا كريم صح يا باب عبد الله الله يبارك فيك استاذ حنان اشهر واحد مات على المصحف سيدنا عثمان سيدنا عثمان يا جماعة سيدنا عثمان سيدنا عثمان لما السوار احاطوا فيه بالبيت بتاعه والناس قالوا له يلا قاتل قال لهم لا انا لان اقاتل قالوا ليه قال رأيت رؤية بالامس رأيت رؤية بالامس ايه الرؤية قال رأيت حبيبي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت ابا بكر وعمر ورأيت ابا بكر وعمر قد جاء الي وقال لي يا عثمان يا عثمان يا عثمان اصبر اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة يعني حد جلنا بكرة اصبر يا عثمان فإنك تفطر عندنا القابلة هو كان صائم قال فأصبح صائما ولما أحاط الثوار ببيته دعا بمصحفه وفتحه وأخذ يقرأ في سورة البقرة حتى وصل إلى قولي تعالى فسيكفي كهم الله فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم فقتلوه وهو يقرأ هذه الآية وسقطت رأسه وسقطت دماؤه على هذه الآية الشريفة طب ليه عثمان مات على الميتة دي عثمان كان يقوم الليل بالمصحف كل كل ليلة وده من الناس العجيبة لذلك زوجت نفسها لما مات وهي بتنعاه قالت قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله والله لقد قتلوا رجلا كان يقوم الليلة كل ليلة بالقرآن كله قتلوا رجلا كان يقوم كل ليلة بالقرآن كله طبيعي ده يموت على القرآن أنا لما عاوز أموت موتة أدفع تمنها ها؟ لما عاوز أموت موتة أدفع تمنها فعيش عايزة أموت داعية وأنا ما بدعوش إلى الله مش عايزة أموت على المصحف وأنا بفتح المصحف كل أسبوع مرة عايزة أموت سجدة وأنت بتصلي بتقطعي في الصلاة عايزة أموت ما هي بتجيش كده ادفع التمن قدم السبت بيّن صدخك لله اختياراتك هتصنع حياتك أوعد دمر حياتك لكن أنا أغلب وقتي أغلب أصلي بصوم تمام بس أغلب وقتي أغاني أغلب وقتي أعدى على الريلز أعدى على الشورتس أعدى بقلب في طبخ في مناظر مش حلوة في عورات في موسيقى في أغاني في مهرجانات ساعات بقعد بين الأربعة أو خمس ساعات بقلب في الأغاني والموسيقى والبتاع وأعدى مني نفسي إن أنا شوية وحصلي العصر ده إيه ده مقدة إيه ده إحنا بنرسل بتعمل إيه دي اختيارات إيه دي اختيارات إيه دي ها عشان كده بنقول إن أنا بختار أنا دلوقتي واحد النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل أو صيني وصية قال لا يزال لسانك رطب من ذكر الله بس دي أحلى حاجة لما أنت تبقى على طول في حالة من ذكر الله تعالى يحصل إيه خلاص هتموت على ذكر الله تعالى موضوع بسيط لا يزال طول ما أنت إيه طول ما أنت في حالة من ذكر الله سواء الذكر القولي أو ذكره في الصلاة أو ذكره في حياتك أو بتغفلش عن ربنا أبدا ما أكيد هتموت متحلوة أكيد يعني لكن ربع حياتك دين وتلاتة ربعها أنت عارف بتعمل إيه لا خلاص يبقى في ربع 25% حتموت على خير و75% حتموت على سوق خاتمة اختياراتك حبيبي اختياراتك دمرت حياتك أو صنعتها اختيار أنت اللي بتختار في واحد يومه ما بيفقش من الطاعة فعلا ما بيفقش من الطاعة صلاة عمل اجتماعي حتى المباحات بعض الناس ممكن بنات مثلا بيسمعوني دلوقتي أو رجال أيام دلوقتي مثلا زعلانة تقول أنا يومي كله مع العيال وفي المطبخ وفي الغسيل طيب ما دي عمل صالحة حجة ما دي عمل صالحة لا أنت لو مش فهمت لا نقعد بقى نفهم لو أنت مش شايفة أن دي عمل صالحة يبقى في حاجة غلط وأنا بقول لك هنقعد طول الطهر نصلي ما أكيد مش هحصل كده هنقول إيه هو الحاجة لأنا لو شغلت بيها حياتي يبقى في التمام حاجة من الاتنين إما عبادة صريحة صلاة صيام أذكار سماع مواعظ دروس طلب علم قراءة القرآن دي سماع عبادة صريحة أو مباح لي فيه نية طيبة أو مباح لي فيه نية طيبة جعلته طاعة بالنية وده اللي هيخلي كل حاجة بتعمليها في المباحات حلوة أنا دلوقتي أنا أقول لك دلوقتي سيناريو حياة واحدة يومها كله عبادة بتصحى الصبح بتصحى الفجر صلت أدي عبادة قعدت للشروق أرض قرآن أدي عبادة أصلا كتنيمة بنية أنها تصحى لصلاة الفجر فنمها عبادة قالت تريح شوية عشان تقوم للعيال تصحيهم المدرسة عبادة وهي صحتهم صلوا الفجر طبعا تمام قامت عملت لهم الأكل والشرب بنية طعامهم وسقياهم وصدق ليهم وإحسان عليهم والنية تربي ولادها تربية صحيحة ودعيت لهم وقالت لهم ولولو الأذكار دي عبادة نزل العيالي المدرسة قعدت تنظف في البيت وتمسح وحطت في ودنها سماعة قالت أشغل قرآن أشغل درس برضو عشان أستفيد بوقتي وأنوي في نفس الوقت غسيلي ومسحي وطبيخي لزوجي زوجي ادخل السرور على زوجي اطعام ما دولا مش هيكلوا إلا لو أنا عملت لهم أكل يعني القيام بحق الزوج القيام بحق الأولاد إرضاء ربنا في زوجي ولادي ما دي عبادات وانت بتكنسي وانت بتمسحي وانت بتطبخي وانت بتقطع بتقشري انوي وفي نفس الوقت ممكن أعمل عبادة معاها بقى من الصرف طم تسمعي درس في ودانك طم تشغلي سماعة في المطبخ طم تشغلي قرآن والدنيا شغالة طم نحفظ ونقرأ ونرجع وانا وشغال وانت وأسف بتردعي ابنك طم دي عبادة طم أنا ممكن أقول أذكره وفي حال الرضاع أو أنا بهشكه حتى بدلعه طم أقول ما أذكر ربنا طم دي حلوة برضو يعني لأ طب بعد كده جي زوجي قلت له كلام حلو طم دي عبادة استقبلته كويس طم دي عبادة جي الولادي غسلت لهم سيابهم وذكرت لهم تعبت معهم بالليل طم دي عبادة هو أنت ليه فاكرة أنت بتضيع وقتك تمام تبعلت لزوجك تجملت ليه ما هي دي عبادة تمام أي حاجة عملت لهم حاجة حلوة بالليل ما هي دي عبادة كل ده تمام على فكرة كل ده تمام أنا دلغاية دلوقتي أنت مش بتضيعيقتك خالص ولا تندمي على حاجة من الحاجات ديت ولا تندمي أبدا ولا تعادي تتقولي أنا هقعد طول عمري في المطبخ هقعد طول عمري في خدمة البيت دوت أنا عايز أصلي كتير ماشي ما احنا عنصلي دي حاجات ممكن لو بتعملي حاجات بزيادة ملاش لازمة شلي اللي ملوش لازمة ماشي بس خلي دايما نيتك حضرة عشان ما تزهقيش من العمال اللي كده كده هنعملها مقام ما فيش مفر منها طبع ما تبقاش موت وخرب ديار يعني عشان عملتها وما نوتش فيها حاجة ما خدتش عليها أجر وخلاص وهو دايما يا جماعة السؤال هو حسن الخاتمة أن أنت تموتي في الصلاة بس أنا لو موت دلوقتي في مباح بس كان ليا في نية صالحة أنا ست أنا أخدت أولادي وقلت هنزل أتمشى معهم وفرحهم وفسحهم ورباء وأدخل السرار على قلبهم قدر ربنا قدر الله موت في الرحلة دي ها دي سوق خاتمة المنظر الشكل العام كان بيتفسح بس انت عارف نيتي أنا كنت في عمل صالح نيتي كده أسألكم سؤال هو النبي عليه الصلاة والسلام مات فين مات فين مات في بيته مات على صدر عائشة أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام مات على صدر زوجته بيحب عائشة بيحسن معاملتها حتى كان يعني بيبنليني أنه يعني يعني يكون قريب منها في الوقت ده مات مات على عمل صالح غير أنه طبعا مات بسبب الحمى والمرض والأجر والسم والكلام ده بس أصدق مات فين ها يبقى إيزا مسألة بس مش لازم أموت في أرض معركة عادي يعني مش لازم أموت وأنا ساجد صح ممكن أموت في بيتي عادي ممكن أموت وأنا بهذر مع زوجتي ويبقى عمل صالح صح بس الخطر كله بقى إنه بقى في حرام كتير في حياتي بقى إن أنا وأنا شغالة في البيت مشغالة مثلسل آه وأنا شغالة في البيت مشغالة أغنية آه يا قلبي وأنا شغالة في البيت ما صلتش عشان شغل البيت قلت عصلي الدور مع العصن مع بعض يا مصبتي يا مصبتي ها وأنا وانا كده آه زوجي جي شتاء يعني اتخنقت معه مش طيق البيت والعيال طب بعدين يعني ده إيه ده إيه الحياة دي يعني عاكننتي على نفسك كل حاجة ممكن أنت اختياراتك هي أنت هي أسألت اختياراتك ممكن أعمل نفس الحاجة أبسط نفسي بيها ممكن أعمل نفس الحاجة عاكنن على نفسي بيها صح يبقى أنا اختياراتي هي اللي هتصنع حياتي أبقى أتدمرها تمام إخلاصي صدقي مع الله موظبتي على العمل الصالح بطلع من عمل الصالح بعد كده بتعمل ايه أي فرصة تلاقي قرآن صلي تاني صلي النوافل نيمي العيال وصلي قيام ليل ها اسمعي درس في المطبخ على طول بقى إحنا ايه شغالين بقى من خلص من طاعة لطاعة من طاعة لطاعة من طاعة لطاعة واحد زي ده حيموت على سوق خاتمة ازاي معلش صعب جدا يعني يعني ازاي يعني لكن بقى واحدة يومها يعني لو حسبنا الطاعة اللي فيه ما يجيش نص ساعة ساعة وبيت اليوم خراب بقى وهي عارفة بتعمل ايه بتلبس دي وبتنزل وشعرها باين وبارفانات تمام وغيبة في التليفون وموبايل طول النار بتقلب عليه على حاجات مش كويسة ومش محترمة ها على أغاني على مهرجانات على مسلسلات تركية على بيتي اس على أغاني كوري على أغاني أجنبي على اشتيمة على غيبة على كلام على ناس على مشاكل مع الجوز على اشتيمة عيال ده ايه ده لا لا خطر كبير جدا جدا ايه دي اختياراتك دي اختياراتك فايزا يا جماعة احنا بنقول يا رب كرمنا بحسن الخاتمة طح بس لازم اعمل حاجة تدل على ان انا صادق في الكلام دوت ان انا فعلا يعني اقولي بطلب بس زي ما قول كده زي ما علمناك ويه فاش قولي يا رب اغفر لي وانت مش بتسعى في طريق المغفرة ده اسمه غرور عامل زي واحدة ما اتجوزتش بتقولي يا رب اخلف طب ما ازاي حاجة ما لازم تتجوزي ما لازم تتجوزي ها لازم تتجوزي كذلك يا رب اغفر لي من غير مسعى في طريق المغفرة طب ما لازم تسعى يا رب حسن الخاتمة وانا خاربها طب ما يعني اعمل اي حاجة خد بالاسباب عشان ما يبقاش غرور واماني عشان يبقى صدق فعلا ان انت اخدت بالسبب تمام واخيرا عشان ما طولش عليكم وصيكم ونفسي بالخبيئات بالخبيئات قاعدة عظيمة جدا لو عرفت تعملها في حياتك ان شاء الله ارجو من الله لك حسن الخاتمة اكتبوها ديت دي بقى الوصيل الجامعة اجعل سرك خيرا من علانيتك اجعل سرك خيرا من علانيتك يعني خلي اللي الناس ما يعرفوش عنك اكتر من اللي يعرفوه عنك تاني اجعل سرك افضل من علانيتك خلي اللي الناس ما يعرفوهوش عنك اكتر من اللي يعرفوه عنك فلو الناس بتشوفك بتصلي ركعتين في المسجد يبقى فيه اربعة في البيت محدش حاسس بيهم لو الناس يعرفو عنك عشرة جنيه صدقة يبقى فيه خمسين ما يعرفوهاش لو الناس بتشوفك قريتي جزء قرآن يبقى فيه جزئين ما بيشوفوهاش لو الناس تعرف ان اخلاقك سبعة من عشرة تمانية من عشرة لا اللي اريد مني عارف ان انا عشرة من عشرة مثال لو انا علاء حامد انا مثلا الناس بتقول علي خلوق حلو انا بدرب مثال طبعا مش بتكلم على نفسي انا الناس بتقول علي مهزب وخلوق وكده تمام كل الناس الحمد لله بتقول علي كده لو زوجتي ما بتقولش علي نفس الكلام او احسن يبقى انا فيه حاجة غلط يبقى انا كده سري اسوأ من علانيتي عشان كده انا لازم احارب لازم احارب واجهد نفسي ان اللي تشوفه زوجتي مني واللي يشوفه ولادي مني احسن من اللي الناس بيشوفه مني انا ممكن اتعصب برا البيت ما اتعصبش جوه البيت انا ممكن ازعق في حد غلط برا ما زعقش جوه انا ممكن تفلت مني مثلا يعني مثال بس شتيمة بس عمري ما تحصل قدام ولادي ليه المفروض يبقى كده اقرب الناس ليه لازم يقولوا للناس اللي برا لا اللي نعرفه عنه اكتر من اللي انتو تعرفوا عنه انا بضرب مثال انا ممكن يكون عكس اللي انا بقوله بس انا بضرب مثال بس تمام مش ضروري يكون كده خلاص لازم يكون لو لو الناس تعرف عندك حاجة في الصلاة لا انت عندك جوه حاجات اكتر شوي عشان كده بي حربة عشان كده لازم انت تنفسي في ان تطلعي اجمل اخلاك قدام زوجك وانت تطلع اجمل اخلاك قدام زوجتك خيركم خيركم لاهلي تمام والله انا اعرف ناس كده جميع اعرف ناس كده زوجته بتقول انتو ما تعرفوهوش زوجته زوجته يقول انتو هتعرفوهوش لو انتو تعرفوا عنه اراد انا اعرف 24 اراد انتو هتعرفوهوش وبتبعى مثلا يموت وتبكي تقولوا انتو هتعرفوش مين للمين انتو هتعرفوش بتشوفوا منه ساعة ولا ساعتين انا اللي عايش معاه وعرفاه وتقول فيه كلام شعر تقول لي سبحان الله ده كان ايه ده كان ايه في بيته ده يبقى ده دايما سره احسن من علانيته اجمل اخلاقك طلعها مع اقرب الناس ليك مع امك مع الاب مع اخواتك مع زوجتك مع ولادك وخلي الناس تاخد جزء من الاخلاق ديت مش العكس احب ترلع كل حاجة برا وجوه انا شك فيك الصراحة كده اختيارتك دمرت حياتك خلي دايما لو انت مثلا عندك بتروحي دار وبتقري القرآن قدام الاخوات يبقى لازم ليك ورد في السر في قيام ليل محدش يعرف عنه حاجة لو انت في عمل مشترك مع البنات بنعمله دعوة الى الله بنحضر درس علم مع بعض يبقى في حتة كده محدش يعرف عنها حاجة ها في صداقات محدش يعرف عنها حاجة مش هنعرفها الا لما لقدر الله تموتي حيجي ناس فقرة يسألوا عليك فين فلانا ما اللي انت تعرفوها منين دي كل شهر بتعدي علينا وبتدينا ياه كل البيوت دي كانت بتعدي عليها احنا ما نعرفش سبحان الله في اسرار بقى مش هتتعرف الا ايه الا اما بعد موت الواحد او هتتعرف بقى في الاخرى بقى تمام هارفين نشيد مشاري الجميل هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله هل لك صداقات تخفى لا علمها الا الله بيأثر فيه اوي اوي النشيد ده اسمعوا واجب بعد ما تخلصوا اللايف ده اسمعوا هل لك سر عند الله تمام واسمعوا حتى فيه نشيد اسمه اعمارنا اعمالنا اسمعوا بس من غير موسيقى يعني حلو برضو بتاع ماهر زين اه الشيء دي يعني دي النصيحة الاخيرة لان العكس بقى سيء جدا اذا كانت سريرتك سيئة وعلاناتك هي اللي حلوة مضمن لكش اي حاجة او بقى فيه كمان يعني الناس اللي تعرفوا انك حلو وجوه فيه زنوب خلوات وجوه فيه زنوب خلوات الناس شايفة من بره دين وتمامة باشا جوه فيه كلام مع ولاد في السر بقى حاش عارفه جوه فيه مناظر اباحية حاش يعارف كلامنا انا مبرة الناس بيقولوا علي راحت وجات والشيخ راح والشيخ جاء بس جوه بقى انا في السر كده بشوف مسلسل ومن ورا الناس بش بسمع اغنية عشان بحب الاغاني انا بقى ليه علاقات محرمة انا بقى فيه بقى حية فيه بقى حتة كده دي حيئتي بقى لشان كده قالوا زنوب الخلوات أصل الانتكاسات وطاعات الخلوات أصل الثبات زنوب الخلوات أصل الانتكاسات وطاعات الخلوات أصل الثبات لشان كده النبع عليه الصلاة والسلام في غزوة كانوا شافوا واحد صحابي كان عامل شغل عالي جدا فجي راحوا للنبع عليه الصلاة والسلام حكولوا هلقول له ده جامد وبتاعه وعمل شغل جامد قال لهم هو في النار الناس اتجند في النار ايه في النار ايه ده انت مش شايف بيعمل ايه قاله بقى قعدنا نمشي وراه فراح جيه واحد من الكفار ضربوا ضربة كده اتعور تعويرها جامدة اللي هو ايه مش هيعرف يقاتل بعد كده فواضح بقى ان هو كان بيقاتل رياء فراح حطت الايه حطت السيفة على صدره وقتب نفسه عشان خلاص مش هقاتل موضوع كان رياء اصلا فراحوا للنبي عليه السلام قالوا له والله انك لرسول الله حقا الرجل اللي قلت كده قتل نفسه من هو كان بيقاتل رياء السريرة مش زي العلنية السريرة مش زي العلنية تمام عشان كده بنقول ايه خلي دايما اياك وزنوب الخلوات ده ايه لو ضربة جتلك هتجيلك منها لو ضربة جت ممكن تيجي ايه ممكن تيجي منها اخر وصية برضو بوصيها لكم يا جماعة اياكم وحقوق الناس برضو حقوق الناس من الحاجات اللي بتضربك جامد زي منقول الاحسان للناس بيعلي معاك قوي العكس ظلم الناس بيدرك قوي ظلم الناس ان انت تبقى ظالم ناس كتير واكل مال واكل ورث واكل مال يتيم غيبة كتير نميمة كتير سب للناس استهزاء وسخرية وتنمر والله الحاجات دي يا جماعة من اسباب سوء الخواتين واسوأهم على الاطلاق سب العلماء والدعاء سب العلماء والدعاء دي حاجة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ان يكون حد بيدل الناس على الله وانت تسبه او تطعن في نيته او تتهمه بسوء ظن هقول لكم قصة واحدة بس قصة واحدة كان واحد في زمن الامام النووي رحمة الله عليه في زمن الامام النووي رحمة الله عليه وكان يسب الامام النووي كان بيكاه جدا كان بيجتم الامام النووي فلما حضرته الوفاء كان راجل عالم من العلماء بس كان نظير الامام النووي كان الامام النووي يسكت ويصبر وانتاني يجتمه فقالوا فلما حضرته الوفاء ذكرناه بالله فاندلع لسانه يعني لسانه طلع كده زي الخروف أعزكم الله عارفين الخروف لما يتدبح يقوله اندلع لسانه ونحن نذكره بالله ما بينطقش اندلع لسانه وسود وجهه قال فكنا نقول وكنا واتفقنا جميعا ان هذا الذي حصل له بسبب طعنه في الامام النول ان هذا الذي حصل له بسبب طعنه في الامام النول الامام احمد علماء زمانه سبوه علشان يقول بخلق القرآن فلما حضرته الوفاء ارسل الله اليه الملايين يصله عليه انتم عارفين جنازة الامام احمد هي اعظم اكبر جنازة في تاريخ البشر اكبر جنازة في تاريخ البشر جنازة الامام احمد قالوا حضر الجنازة اتنين مليون ونص اتنين مليون ونص حضروا الجنازة أهل بغداد وحول بغداد والبلاد اللي حول العراق كله جيه جناسة إمام أحمد وإمام أحمد بقى قبل ما يموت كان بيقول للناس اللي بيسبوه اللي بيسبوه كان بيقولهم كلمة واحدة كان بيقولهم أنتم هتعرفوا مين الصح إمتى كان بيقول الكلمة عارفنا مين اكتبالي إمام أحمد كان بيقول لأعدوية لما كانوا يشتموه ويتعانوا في دينه ويتعانوا في عقدته ويتعانوا ويتعانوا كان بيقولهم كلمة واحدة بس كان بيقول لهم يفعل عرفين مين حفظ الجملة اللي كان بيقول لهم إمام أحمد آه كان بيقول لهم بيننا وبينكم يوم الجنائز بيننا وبينكم يوم الجنائز يوم الجنازة هتعرفوا مين اللي كان صح سبحان الله جنازته حضرها يعني اتنين مليون ونصفة جماعة ازاي جوم امتى وازاي وأما عدله اللي هو ابن آبي دوءاد اللي هو كان بيطعن فيه أصلا اللي هو المعتزلي لما مات محدش حضر جنازته أصلا والمام ٱيمية عارفينو المام ٱيمية مات في السجن المام ٱيمية كان علماء زمانه برضو بيطعن فيه اللي هو من الأشاعر أو المعتزل أو كده اللي هو أصلا كان بيحاربهم عشان خائدهم الفاسدة فتع saw it jak well فكانوا الولاد جنون المام تيمية مات في السجن مات في السجن مات في السجن أخو بيقول والله كنت مع أخي في السجن في سجن القلعة وختمت معه ثمانين ختمة ختمت معه ثمانين ختمة فلما كنا في الختمة الواحد والثمانين وصل أخي إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات بعدما قرأ هذه الآية آخر آية قرأة الإمام ابن تيمية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بيقول وحضر جنازته في دمشق بس كنازته كانت في دمشق ودمشق العدد السكان فيها محدود أكثر من ستين ألف حضروا جنازة الإمام إيه الإمام تيمية وقالوا أعداء الإمام تيمية اللي هم طبعا حضر جنازته كله كل الناس قالوا أعداء الإمام تيمية لم يحضروا الجنازة خوفا من الناس أعداء ابن تيمية اللي هم كانوا بيشتموه لم يحضروا الجنازة خوفا من الناس إنهم يضربوهم فلما ماتوا لم يحضر جنازاتهم أحد شوفوا دلوقتي الممثلين لما بيموتوا تلاقي العزف ها دي وده كان بيتقال والممثل رحه والممثل جه كان لما مات خلاص تمام والمغني رحه والمغني جه لما مات خلاص وتلاقي واحد سبحان الله كم من عالم جماعة ما عرفناهوش إلا بعد موته فيه علماء كده يموت تقولوا إيه الجنازة دي هو مين ده جماعة مين ده أحد أول مرة نسمع اسمه مين ده سبحان الله عالم وتقي ونقي وربنا أرسله مئات الألاف ولا عشرات الألاف رحوا وراء جنازتهم شفناه ولا مشفناش فاشتري بقى اختياراتك لسه أنا خلصت كده مفعش أول أكتر من كده مع أن عندي كلام كتير والله أنتوا حاسين أنه أنا بفطفة صح؟ أنا ما فيش كلام قدامي يعني أنا معرفش أبتكلم منين أنا عاد كده هي الكلمة دي من ساعة ما نقرتها وأنا دماغي ساحت اختياراتي دمرت حياتي وأنا بقى دماغي رايحة وجاية في الموضوع ده رايحة وجاية وعاد أقول أول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه في كلمة زي دي أريتها بس أنا عاد أفطفة والله العظيم عندي كلام كتير عايز أقوله بس هو الوقت خلص الوقت خلص كفاية بس أنا بقول لكم في الآخر اختياراتك حياتك إما تصنع حياتك إما تدمر حياتك وحياتك مش هي اللي أنت عايشها دلوقتي وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون اعمل عمل يخليك ما تقولش يوم اليامة يا ليتني قدمت لحياتي اعمل عمل ما تقولش يوم اليامة يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا اعمل عمل تقول بسبب ألهاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية بس جزاكم الله وخيانا ربنا يا رب اللهم ارزقنا حسن الخاتير اللهم بصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد اللهم لك الحمد وكمان بغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم ارزقنا حسن الخواتيم اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات اللهم وفقنا لعمل صالح واقبضنا عليه رب العالمين اللهم احينا على الإيمان وتوفنا على الإيمان اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم ارزقنا خاتمة سعيدة طيبة اللهم احينا على لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله واستعملنا في نشر لا إله إلا الله يا رب يا رب يا رب اهد الشباب والبنات وارزقهم كلهم حسن الخواتيم وصلى الله وسلم وبركاته سيدة محمد والحمد للعالمين السلام عليكم